في الساحة المغربية حول المنتخب الوطني وليد الرقراكي ولكن هذه المرة سأحاول أن أقوم بحوار ثنائي ثلاثي رباعي كل ما تشاء مع مجموعة من الأسماء التي نكن لها كل الاحترام والتقدير والتي تحدثت وتمثل وجهة نظر واحدة من شق ما وسأحاول أن أقدم رؤيتي وقراءتي صح تحدثنا معكم حول الإخفاق حول المسؤوليات حول ما حدث حول الأمان التي كانت تداعب قلوبنا من أجل أن نذهب بعيدا في كاس الممن الأفريقية وأن نحقق اللقب بهذا الجيل الذي استحق لقب رابع المونديال والذي حقق الإنجازات ولكن بالحديث عن رابع المونديال تعلمون أنه منذ وصول ذلك الإنجاز والحقد بدأ يتدفق من كثر كثر لماذا المغرب؟ آه شاهدوا المغرب هناك من يحب لك الخير وهناك من يضمر لك الشر هذا أمر طبيعي في الشعور الإنساني وإن كان الحقود لا يسود ولكن الفرحة استمرت وكان مجموعة من المنجزات التي تلتها وتسيدنا القارة طولا وعرضا بجوائز أحسن حارس أحسن مدرب أحسن منتخب حتى المنتخب النسوينا للجواء أمور كثيرة جدا ولكن ما يضيرك إلي جت من من لا ينتمي لك هتقول معليش راماشي ما يبغي لكش الخير ولكن هناك من أصبح يعني واقف الوليد في الدورة ومش يكون واضح حين واقعي وأنا هنا لست لكي أدافع عن وليد الرقراقي الذي لم أشاهده منذ سنوات خلت سوى في لقاء عابر بعد التتويش بلقاب المونديال هناك في السجن المحلي بسالة ربما يتذكر كثر منكم حين زاروا السجن المحلي بسالة وكانت لدي مهمة إدارة ندوة هناك فكان اللقاء مع رشيد بن محمود ووليد الرقراقي ونايف وياسين ودراري فأما الشي علاقة ها واتساب ها ها سميته لا ما كانش ما كانش أولا أنا ابتعدت عن الدومين ومن ثم من عادتي لا أتطفل على الناس فهذا أمر طبيعي ولكن ما كنقولش هكالي أنا الحمد لله ما فكرشيش لعجينة كتعرفوا عني أني أقول الأمور في حينها ولا أجامل ولا أحابي أحدا ولا أريد أصلا أن يكون لي جزء من الكعكة فما بالك اليوم وأنا بعيد عن الإعلام الرياضي اللهم هذه النافذة هي الوحيدة اللي ربما كتخلي الواحد يهدر ولكن أيضا أنا من الناس الذين لا يحبذون الشعبوية كان بغيش أنه الشعب يريد الجمهور عايز كده يلا ومن الناس الذين يمقتون من يرفع شعار حارب الناجح حتى يفشل كاللي ما كيبغيش يطلع فنان وعار ويكون هذا ويوصل ما كنتي حيش عبيب قاجة بالدكتن أخرج لينا من الجنب باقي جون باقي شباب وإحنا تحنا حرس قديم ما أخذناش فرصتنا في المنتخب أبا بابا بابا بدو كين جددوا جابوا هذا من معرفة من إيرلندا دا من الإنجليز جابوا وليده معي طول هذا هما جابوا هذا حطوا معه رشيد مشات علينا إلى طاح ونسلخوهم للأسف ليس من أستحدث عنهم اليوم ولكن كثر كينين ريب بريب طاح عطي طاحة البقراء زيد كمل عليها وليد لم يسقط وليد تعاقده لا مع الشارع ولا مع المحللين ولا مع الصحفيين ولا مع قدماء اللعبين ولا لا 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 وليد تعاقده مع جامعة يعني غير يقلس معهم غدا يقولوا لوتان تكملت العاقدة هذا 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 بتحضير لك أسل أمم الأفريقي التي بالمناسبة سمعت أخبار غير سارة تسريبات ومنها خبر للزمين وصديقنا في قناة الأهل محمد سعيد قال قد تؤجل كأس المرام الأفريقي اللي غير تلعب عندنا نورمال مو 2025 قد تؤجل لـ 2027 يعني إلى ما بعد الموندي نتمنى أن لا يكون هذا الخبر صحيح لأنه نريد بالفعل أن تكون كأس قارية قبل كأس العالم نريد تحقيق تأهل لكأس العالم نريد تحقيق اللقب الأفريقي ولكن اللقب الأفريقي لا يتحقق بأن نشخص المنتخب الوطني كان المنتخب الوطني اليوم يعني كان بطلا للقارة الأفريقية سبع مرات كمصر ويبحث عن اللقب الثامن أنا ما غيرت أول شيء عليكم غير أن هذا الكلام الذي بدأت به هذه الإطلالة لا علاقة له بمن سيأتي ويتحدث فيما بعد وإن كان البعض ربما يأخذ جزء من نقيل يعني من باب الشعبوية من باب دغدغة العواطف ولكن على العموم لكل الحق في التعبير عن رأيه غير أن الرأي العام الذي يهندس ويصنع عليه نوعا ما أن يتخلى عن العاطفة وأن لا يكون بوجهين ليس هو وليد العنيد المعلم الأستاذ البروفيسور الفيلسوف الذي أوصلنا إلى كأس العالم ولعبنا معه ووصلنا إلى المربع الذهبي اليوم أصبح فاشل بلا خطة بلا رؤية تقنية اليوم هذا الإنسان يناقض نفسه من يقول هذا الكلام يناقض نفسه ومن يقول بأن وليد ليس مدرب أعتقد بأنه عليه مراجعة أوراق لأن وليد تدرجى في كل المراحل حقق ما يمكن أن يحققه إنسان مش دفاعا عنه مرة وعشرين مليار كنقولها أنا لا أدافع عن وليد كوليد الرقراغي لا دافع عن وليد الذي هو في مهمة مدرب المنتخب الوطني وأعي ما أقول على العموم أنا قلتك أن حاول تكون نقاش ورد على على ما يروش اليوم وعلى أراء من نحترمهم واللي يقول لكم غايكون معي حمزة بورزوق رأي خالد ياسين ورأي الماغودي نبدأ بورزوق نقاش نجارة والإنجاز اللي درنا في العالم ما عرفناش نجارة وتكن النجاح اللي وصلنا له أبقينا هنا يا هزي ندريبك كان كبير علينا والواحد هزي دربوك وقعر لا لا كان كبير اسماني اسماني لا لا حمزة واحد قاعد الماتشات الصحح خسرناهم مشينا هنا يتعهدنا معلى اسميتو قلنا حقا مازال مخرجناش ملوفوري مازال جينا أو تاني ما تش صحح مشينا خسرنا معلى بريك دو شوت قلنا حقا ولواد الغيابات جينا مشينا لعبنا ما تش صحح ما تش ريفيرانس دي الكود ديفوار فرقاللي خدت ربعة في بلاده شدتنا عطتنا قتلى عطوني شنا والتطور اللي وصلنا عليه من بعد لك وبدأ عطوني 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 بح من ما قال أيضا حمزة عنه زمط بلو إلى غير ذلك وبعد ذلك قل أنه لم يظهر على راديو مارس على العم هذا شأن داخلي للمؤسسة ولكن بالنسبة لأي بيئة اللي لم يكن فيها صوت هنا وصوت هناك ولن تسير الأمور وأنا أتفق مع حمزة في شق هو تحدث أنه يعني وقفنا العمل صافي وصلنا لا وليد وطاقم المساعد منتظم في الذهاب إلى مركز محمد السادس لكرة القدم في المعمورة ومتابع ويقوم بجولاته المفروض عليه أن يقوم بها لا للاعبين الذين يسيتم استدعائهم بشكل يعني لأول مرة أو حتى متابعة اللاعبين الذين يلعبون في البطولات وحين قدم وليد تشكيلته أعتقد بأن غالبية العظمى تحدثت على أنها تشكيلة وقعية منطقية بالنظر لأذاء العناصر الوطنية مع أنديتهم وما قدموا وبالنظر إلى الحفاظ على تماسك مجموعة كانت قد لعبت كأس العالم فلم نسمع تلك الأصوات التي ولو كان ربما حاكم زياش غير مصاب وبوفال ومسكنا المباراة من البداية وسجلنا واحد جوج بيوتا على جنوب أفريقيا لغاب كل هذا النقاش إذن أن ننسف هنا سأختلف مع أبو رزوف أن ننسف منظومة عمل لأنه ما يمكنش جهاز كروي غير يوصل المنتوج معين غير يوصل إلى بناء استراتيجية عمل دون عمل من المستحيل بما كان كرة القدم الآن أصبح فيها العلم والمنطق وأمور كثيرة شدة وبالتالي من الصعب بمكان أن ننسف أننا وقفنا فقط عند مرحلة كأس العالم ونمنع في العسل كما قال صديق خالد ياسين لا هناك عمل واليوم أتفق مع حمزة كما قلت لكم بأن ما بعد المونديال نعم غاب الحس النقدي غاب الحس النقدي كله يسبح فيه تيار واحد وكرة القدم كالسياسة كالاقتصاد كالاجتماع ككل ما يدور في فلك هذه الحياة السعيدة تحتاج لحس النقدي في العمل سواء كان النقد الذاتي يعني إنجلس وليد مع أصدقائه في الطاقم الفني ويقوموا بنقد ذاتي الجامعة تقوم بنقد ذاتي أو حتى الصحافة الصحافة وهذا مجال لا أود الخوض فيه بكل صراحة لكي لا يقول بأنك اليوم يعني تتحامل على الصحافة الرياضية ولكن غاب الحس النقدي بطريقة أو بأخرى وبالتالي حتى إن كان هناك دور لمثلا مثلا الضغط الذي كان على وليد واللاعبين في كاسلومم الأفريقية كان بالإمكان عبر لدوات الصحفية عبر أمور كثيرة جدا أن ننفس عليهم وقلناها مرارا وتكرارا أن هنا يبرز دور الجهاز الفني وأيضا جامعة الكرة ولكن للأسف شهدنا اللاعبين يدخلون لقاء جنوب أفريقيا وكأن على أكتافهم جبل طبقال ولا كلمنجارو في تنزانيا ولا إفرست قاع هناك قدرون قولوا مثلا الصحافة المصرية كتقوم بوحد الدور جبار في كأس المملة الأفريقية في مناسبات من هذا الحجم ولكن كلنا نتعلم غير أنه عدم توفر وهنا الكلام للجامعة والكلام أيضا للأصدقاء والصديقات في الجسد الإعلامي إن غاب الحس النقدي عليك أن تمارس مهنة أخرى لأن هذا هو هدية مهمة الصحافة مهمة نبيلة دورها أن تكون تلك المرآت التي تعكس الواقع تنير العتمة تضغط قوة اقتراحية لا تبتدع الحلول ولكن تشير إليها والمسؤول في كل في مكانه يأخذ القرار الذي يريد ألا العمو خالد ياسين ماذا قال خالد ياسين كان له فيديوهات كثيرة تحدث عن عن تشكيلة العاطفة تحدث عن أمور كثيرة قبل وهذا يحسب له الرجل لم يتلون بعد على الأقل كان قبل أن نذهب لك أسلمان الأفريقية قد وضع علامات استفهم له الحق في ذلك في إطار حرية التعبير ولكن خالد سأختلف معه وصديقي ونتحادث وعشرة عمر تقريبا يعني ماشي بعيد علي ولا نعرف بعضنا البعض ونقشنا حتى هذه النقطة التي تحدث بها لا في في قناته على اليوتيوب ولا حتى في حواره مع ردوان الرمضاني ولكن خلينا نأخذ نسمعوا شوي شنو قال خالد ونرجعو لكم وشو اللي درجة رقيف نظرك خالد ياسين خاصة حتى تسوارت نعم من بعد الإقصاء في الكوديفور أم تعطاه فرصة ثانية بالنظر ما ننساوش ما نكونوش جاهدين شنو حقق في منذ القطر هذا السؤال في شقي فيه الجانب الشكل التنظيمي التعرضي الذي ينص على أن العقد شريعة المتعاقبة في يوم التقديم فوز الخشع اللي هو ابن بلدتك صرح بأن العقد يستمر إلى غير 26 بثلاثة محطة المحطة الأولى وكأس العالم ولم يطالبه بالدهور أبدا أو الذهب بعيدا قال بأن سنعطي الصورة المشارفة أو سنحاول أن ذهب بعيدا أما كأس إفريقيا أصر على ذلك وقال بأن يجب لا نقبل بأقل من الدورة النهائية وحتى وليد رقري قالها ترد أربع مرس المغرب وقالها في حديث مع أغمسي وقال بأن سأله المدية هل أنت لازلت على كلمتك على وعدك بأنك إذا لم تصل دورنسل ناستغادر قالوا نعم الأخلاقيا يجب على المدرب أن يقدم الاستقالة آنذاك سيبقى من اختصاص فوز الخشع وجامعة أن ينظروا إلى هذه الاستقالة إما أن يقبلوها أو لا يقبلوها آنذاك سيقولون نريد أن تبقى معنا وهذه الشروط الجديدة لأننا الآن ندخل مرحلة أخرى لا يمكن أن نكون هناك استمرارية عفو الله عما سلف ونستمر لأنها ستكون صابقة سنبدأ بضرب العقود وشوالي درج رقيف نظهرك خالد ياسين خالد سيحط سوارت نعم من بعد الإقصاء في الكوديفور أم تعطاه فرصة ثانية إذن هذا رأي خالد بناء على الجانب القانوني وأيضا الالتزام الأخلاقي الذي كان فيه تحقيق الدور نصف النهائي كهدف بالنسبة لي وليد الرقراغي وقال كلام آخر خالد على مستوى أداء المدرب وأيضا تشكيلته المختارة والأسماء التي كانت لابد أن تحضر وغيبت وأمور كثيرة جدا نتفق أن وليد أخطأ جملة من الأخطاء داخل كأس المنظة الأفريقية ونتفق أنه لم يلعب معه الحظ ربما قد نقول لو لم يصب زياش ولكن هذا حل أي مسابقة مصر أصيب لها صلاح وإمام عشو وحارس المرمى بعد ذلك شناوي وآخرون فهذا جزء من كرة القدم غير أن اليوم النقاش هو استقالة وليد الرقراغي وكأننا حصدنا جملة من الألقاف في كأس المنظة الأفريقي عليكم أن تكونوا واقعيين ما وصل إليه وليد الرقراغي لم يصل إليه قط أحد من قبله معنا على الأقل ومع منتخب أفريقي أو منتخب عربي هو نصف نهائي كأس العالم لا أعيش على الأطلال ولكن إن أردتم أن تحدثون عن السي في عن السيرة الذاتية عن المصار سأقول لكم بأنه من مدرب مساعد لرشيد الطوسي 2013 إلى مدرب للفتح الرباطي وحازمه لقب البطولة بعد 60 سنة من المنافسة لأول مرة في تاريخ النادي كان وراء أسماء سكوما وآخرون يعني عادوا للحياة من جديد وآخرون بنوا لنفسهم مجد خاص على مستوى الفتح أتحد رحل لقطر ونجح مع الدحيل فشل في دور أبطال آسيا ولكنه حاز البطولة عاد إلى الوداد قاد الوداد وتوجه معه بدور الأبطال والبطولة ولعب كأس العرش ولعب نهاي السوبة فمسار أكثر من مشرف ازدام بنصف نهائي كأس العالم مع العلم إنه جاء ثلاثة أشهر فقط مدة العمل قصيرة وقصيرة جدا ومع العلم اليوم يخوض كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى ويأتي وهو يتحمل مسؤولية يعني لا ذنب له فيها أنه اليوم أنت بطل أنت نجم أنت 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 رابع كأس العالم أنت اليوم سيد أفريقيا وعليك أن تتسيد فهذا الحمل للأسف لم نستطع أن نخرج منه وقلتها وأكررها البعد النفسي في عالم كرة القدم خمسين خمسين لأنه ما ستجيش تتمارس كرة القدم ونتكدر ألعاب القوة ضروري عندك الموهبة ضروري عندك اللياقة البدنية فلذلك أقول أن من سبق وليد في من بغيته بغيته وامبرتو كويله اللي كان مصنف ثالث أحسن مدرب في العالم لم يؤهلنا للمونديال لم نتأهل معه للمونديال ما بعد لقب 76 أفضل إنجاز مع بادد الزاكي 2002 بجيل يشبه الجيل الحالي ربما بعد ذلك ماذا حدث 2006 خرجنا مع مع محمد فخر الذي جاء كمدرب طوارئ إن ريميشيل لم يؤهلنا لأدوار طلائعية في كأس المام الأفريقية وهل حد يجادل بقيمة إن ريميشيل الذي كان يعني من رحمه الله من المدربين الكبار و ماذا بعد إرقارتس الذي أصف بالعالمي خرجنا بخفي حنين معه في 2012 في كأس المام الأفريقية في القابون وغيني الاستوائية وبهزائم بالعكس لا أداء ولا نتائج ومع جيل محترم ومحترم جدا وواصل الرجل وثم رحل ناخب محلي رشيد التوسي دور أول مع الرئيس الأخضر وأنجولا ووجينا بأفريقيا نفسها تعادل بهدفين لهدفين 2015 غبنا 2017 حضرنا مع إيرفيرونا سقطنا أمام مصر لا أحد تحدث عن المدرب الفائز بكأس المام الأفريقية 2015 مع الكوديفور بأنه لابد أن يرحل وكانت تصفية كأس العالم الأمر مشابه لكن 2018 مشيه 2026 بس صح 2026 بقى لها واحد عام ونصف ولكن استمر إيرفيرونا وأهلنا للمونديال ولعبنا مونديال روسيا واستكملت تلك الاستراتيجية المرسومة مع الرجل معنى آخر اليوم هذا الصديقي وأخ خالد ياسيد اليوم النقاش ليس هو إقالة أم استقالة وليد الريدالي لا أعتقد أن المنطق المنطق يقتضي أخلاقيا قانونيا لو كان وليد من سويسرا أو من فرنسا أو من بلجيكا مدرب أجنبي له محامي مدير أعمال وليد ابن الدار وليد لم يشترد شيء على مستوى العقد المادي وصيروا سولوا مرة مرة في ندوات الصحفية ممكن يكون شيء حاجة حاولوا تجبدوا الماضي حاولوا تجبدوا الأرشيف حاولوا تجبدوا تربطوا الحاضر بالماضي شيء حاجة بحالكات حتى على مستوى التواصل كان خاص يعني من كأس العالم اليوم هذي غير بين قوسين نضعها كنا نتمنى ونشوفه وليد بخارجات إعلامية أكثر وأن لا يتم اختيار المنابر على المقاس بيش يكونوا واقعيين وواضحين هنا كان بإمكانه يفضح بزفت الأفكار وينصت لكثير من الأفكار وهذه يعود تاني تأتيه في إطار القدسية الموضوع على المنتخب الوطني والتي لا تنفع نهار اللي فتحتوا الباب وجو الأمهات وجو الأباء والإخوان والأشقاء والجمهوريش بباب الأوتيل في قطار والفرحة وطلقوا بمحيط جغرافي ضيق هناك جاءت النتائج نهار اللي كتديروا الهيلامان وكتديروا القدسية وكتديروا اللابعد بعد تان تان حراسة قارت كور كناكلوا اللعصة شوية ديال النية اللي ما خدمتش وشوية ديال انفتاح على المحيط إعلام جماهير تواصل إلى غير ذلك لأنه في ذلك يكون هناك الكثير من الأثر الطيب على العموم فقلنا في إطار مناقشة أنه سيستقيل هذه أمر سهل جدا هو قالها في الندوة الصحفية قال سأناقش مع الرئيس يقصد الجامعة المستقبل يعني خلاص الأمور توضحت إن طلب أخلاقيا خاصه يستقيل أعتقد أن هذا النقاش سيكون مع رئيس الجامعة ماذا سنستفيد لو أخبرناه فأرجع عن الرمان كي بنقوله نعم وأنا بناء على حديثي في أرمسي وبناء على ما وعدت به أو العقد الذي يربطني بالجامعة وقدم استقالتي أعتقد أن يا أوكي ممكن كان الطريقة ولكن نحن لا نتحدث على شخص أجنبي نتحدث عن مدرب مغربي أنه بإمكاني أن يرفع الهاتف ويتحدث مع القجاع أو شاهده بعد المباراة وكان نقاشات وكنادا وستؤجل الأمور غير أن باب التأويل والتفسير والتعليل ها هو مفتوح على مصرعيه لأنه لم تأتي الجامعة مثلا وتعقد ندوة صحفية أو تقدم بلاغ صحفي أنه بعد مجالسة الناخب الوطني ولد الإقراقي تم الاتفاق مثلا على الاستمرار من أجل العمل بشكل جدي وفقا للإستراتيجية الموضوع كنتي غات ايفي تقع هذا النقاش كامل وغد خلي جهازك الكوروي مساهم في بلورة وصناعة الرأي العام بما هو إيجابي لأنه اليوم لا نناقش المستقبل نناقش الحدث الراهن في تفاصيل دقيقة أنه ولد الإقراقي كبش فداء للفشل قلناها لكم لقب واحد وأوحد ووحيد في صيغة مسابقة ما فيها ميت شاف ومنذ أن شاهدنا اليوم التنافس الذي يحدث بجيل ذهبي بنجوم سطع بآخرين آفلوا ما درتيوالوا مشكلة ليست فقط في ولي مشكلة في معرفتنا للقارة الأفريقية وهنا مرأة أخرى لا أدافع عليه وقلت لكم له أخطاء كثيرة وجسيمة حدثت أثناء كأس الأمم الأفريقية وما قبل كأس الأمم الأفريقي ولكن هل حققتم مع غيره ما حققه لكم لا إذن ذلك الذي رفعناه للسماء لا يمكن أن نضعه تحت الأرض بآلاف الأقدم أبدا من وصفناه بأنه فيلسوف بأنه رائد وعنيد لا يمكن اليوم أن نغير خطاب لا ليس لأنه لا يستحق لا وصفناه لأنه يستحق وعددت لكم المسار والمسار لم يسبقه إليه أحد لذلك اليوم إن كان هناك من يتمنى أن يسقط وليد وتسقط معه الجامعة فنأبك على فشوش المملكة المغربية اختارت لنفسها عقيدة وفي هذه العقيدة من أحب كلامي فليحب ومن لم يحب فلا يحب لا تمارس السياسة الإنفعالية بنت اليوم مشاريع على مستوى الطاقة شوية بشوية بشوية قدر يخفق مسؤول out ولكن لا يتغير المشروع وهذه سياسة اليوم قل نعن نسياسة رياضية ما كنراجعوش أنفسنا ولا كنزوقوا الكلام وكنقولوا كلام ثم نتراجع عنه وفي ذلك لا يوجد دفاع عن أحد بالعكس لا أحد يحتاج لأن تدافع عنه وليد ما غير يقسمش معي الصالير الصالير دي له باقي خدام وللأسف الناس دتك تهدر على الصالح وراك يشد كده وغيرتك مش حال بغيتي يشد مش حال بغيتي يشد وجمال بالماضي كيشد أكتر من 200 ألف يورو على مدى خمسة سنوات مع المنتخب الجزائري مش كيحساب لك ناخب وطني يعني غيجيك فابور وولا غتحزدوا على لديك خمسين ولا ستين مليون أرى لاعب محترف من اللي كيدربهم هو كيشدو تريبل دي له السيمانة ما شيته في شهر هذه أرزاق وهذه مناصب تتوصل في مكان ما إعلامي رياضي آه غات أخد كلاسون هذا مكان نسمعه شنو قلسي المغودي لأن على الأكل كنا نرا في أنفسنا من المنافسين الأقوياء على اللقب الإفريقي ولكن دعني أقول وبكل شجاعة أن وليد الرقراجي انتقل إلى الكودفور بلسانه فقط مرجعيته الكروية مستواه الفني والتقني والتكتيكي احتفظ به هنا بقطر وبالتالي أن الرجل كان خارج النص وكان لا يشتهد في معرفة أو قراءة منافسي بقدر ما يشتهد كيف يرد على مواقع التواصل الاجتماعي أو كيف يرد على الصحافة الجدة وليد الرقراجي خلق لنا متاعب بالإضافة إلى الإحباط الكروي خلق لنا متاعب على كل حال المملكة المغربية قادرة على تصحيحها أقول لي وليد الرقراجي حينما يستقبل كملك البلاد وهو تكريم العظيم ما معناه أنه يقول لك لقد اجتهدت ونجحت وأفرحت المغربة وهذا هو همي وهذا هو هدفي وفي نفس الرسالة يقول لك عليك أن تواصل الاجتهاد والعمل لإفرح هذه الأمة مع ضرورة الالتزام بتوفير كل الشرط وهو ما تأكد للأسف وليد الرقراجي هذا التكريم استغله ليتغول واستغله ليتسلط في المغرب لم يعد يهتم لا بانتقادات الصحافة الجدة ولا يعد ينتبه حتى للانتقادات من طرف أهل الاختصاص وهنا أخطأ وليد الرقراجي وليد الرقراجي تعظم بشكل أكثر وأصبحت له وأصبح له ما يسمى بمرض جنول العظمة وأنا أعتقد أنا شخصيا مع استمرار وليد الرقراجي بالرغم من هذا الانتقاد ولكن بالشرط أن يعود وليد الرقراجي إلى وليد الرقراجي المدرب الذي لا زال في بداية طريقه الآن المغودي ينتقد الجميع وغدت وسع لي سدرك شي شوية باش تتقبل الانتقاد هذا خطاب شعبوي هذا صديقي خطاب شعبوي لا علاقة له لا بتحليل على مستوى نكسة كروية ولا اليوم تتحدث عن وليد توغل جنون العظمة ترك إمكانياته الفنية في مونديال قطر لا يتواصل طغى في المغرب رجعت لي وليد هامان فرعون لا 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 يا صديقي لماذا؟ لماذا كل هذا؟ نرفزة بدت على وليد ما بعد الإقصاء في تعامله مع بعض الأسئلة التي طرحت وجاوب بأدب حتى حين أجاوب على أحد الأسئلة قال لهم يعني كذر لي الرجمي لا بلاش؟ جيني للسؤال نيشا وقالوا خسرتي قدام فرق من بين الأمور التي شاهدنا فيها وليد فقط في نارفازون وليد حين قال النية حيث الدرينية أنا ما كان دافعش عليه ولكن أقول ما أعرف واليوم أقدم بأن حتى إن أردنا أن نتقدم الخطاب الذي فيه النقط علي أن يكون منطقي وواقعي اليوم تحيل أن استقبال ملكي للوليد ولللعبين جعله في برج عاجي تربط هذه بتلك تتحدث عن جنون العظم أين أشر لي أين تتجلى مظاهر جنون العظم في وليد تقول بأنه توغل وتغول ووووو إلى غير ذلك في ماذا؟ لم يعد يستمع للأصوات وكيف تقيس أنت فترات استماع وليد للأصوات التي تتحدث وأي أصوات كانت غير تلك الأصوات التي تقول بأننا مرشح فوق العادة للظفر بكأس الأمم الأفريقية وبأن لدينا ترسانة بشرية على أحلى مستوى وبأننا سنخطو بثبات من أجل الصعود لمنصة التتويج بناء على ما ركمناه وبأناء على أداء ومستوى قدمناه منذ قدوم وليد الرقراغي لقيادة المنتخب الوطني مثل هذه الخطابات الشعبوية التي تحاول دغدغة الناس والذهب مباشرة إلى الحلقة الأضعف في المعادلة الكروية الذي هو وليد الرقراغي لن تفيد الجسد الرياضي المغربي فأرجو أن تتقبل الانتقاد لأنك ذهبت إلى الرجل وصنعت منه فرعون زمانه وبأنه تخلى عن كل إمكانياته وصادرته الحق في التألق واللمعان في منطق حياتنا هل يوجد شخص لديه ملكة الخلق والإبداع ومتمكن في مجاله يتخلى عن كل أسلحته ويفشل؟ هذا خطاب مجانب للصواب الحديث اليوم عليه أن يكون عن المستقبل والبناء سهل أو البناء صعب الهدم سهل يوم وليد ديه نوات للمنتخب الوطني ديه دراية اليوم كما راكم اللاعبي المنتخب الوطني الخبرة في كأس المرن الأفريقية وليد أيضا يستفيد من هذه التجربة ومن هذه الخبرة مشي على مستوى فقط في كأس القارية لا على مستوى القناعات التي قد تتغير في المستقبل على مستوى الإيمان بالبعض حد بلا نهاية ومراجعة الأوراق والقول بأن لا سأغامر سأغير لن أثق ثقة مطلقة في البعض لن أكون عاطفي في بعض الأشياء سأحاول تغيير طريقة العمل ولكن الحكم على الرجل بالفشل بأنه طاغية بأنه انتقل إلى عالم آخر فيه جنون العظماء هذا غير معقول وهذا مس مس بأخلاق الرجل قبل أن يكون هناك انتقاد لما يقدم من أعمال ومهام داخل المنتخب الوطني وبدون أي دلائل وبراهيم لذلك أردت أن أتدخل بدلا من أن نتحدث عن وليد 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 نعسنا النوم في العسل ما بقى والوف من وراء كأس العالم خاصنا نشيره على الأقل إلى المرحلة المقبلة وأن تكون الاستمرارية هي سلاح من أجل الاستمرار في العطاء وإن كنا نريد أن نجلد الرجل ونضعه في قفص الاتهام قد ذكرت لكم بجموعة من الأسماء التي هي الأخرى خرجت من الباب الخلفي للكان ولم تقدم الشيء الكثير مع الكرة الوطنية وعقيت مثال رونار حين آمننا به بعد نكسة 2017 تمكننا من العبر للمونديال وتقديم مونديال تاريخي في روسيا رغم أننا لم نعبر للدور الثاني وفي كأس الأمم الأفريقية في مصر 2019 مع البنين هذهك حكاية أخرى شكرا لكم لوفائكم لتعليقاتكم نتمنى إن شاء الله أن النقاش يرقى لمناقشة المستقبل ولا نبقى حبيسي وليد مشاء وليد باطي وليد شحالكي شد إلى اللقاء شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم